موسيقى أعزائي المشاهدين أعزائي التلاميذ والتلميذات مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات الخاصة بالمستوى السادس ابتدائي ودرس اليوم سيكون في مجال جديد ألا وهو مجال القياسات وسنكون مع أول درس حول وحدات قياس الأطوال ومع وضعية التقديم في خرجة مدرسية إلى إحدى الغابات قام ثلاثة أطفال بقياس المسافة بين شجرتين فحصل ياسر على القياس التالي أربعة عشر قدما حصلت هند على القياس التالي ثلاث خطوات حصل جهاد على القياس التالي مترين في رأيك ما هو القياس الصحيح إذن حاولوا أن تقارنوا هذه القياسات وأن تتعرفوا على القياس الصحيح وكذلك التفكير في تعليل لماذا هذا القياس صحيحا إذن إذا أخذنا القياس الأول والذي حصل عليه ياسر أي قياس أربعة عشر قدما هل هو قياس صحيح؟ جيد إذن قياس صحيح القياس الثاني القياس الذي حصلت عليه هند وهو ثلاث خطوات هل هو كذلك قياس صحيح؟ نعم إذن هو كذلك قياس صحيح بينما القياس الذي حصل عليه جهاد هو مترين هل هو في نظركم قياس صحيح أم لا؟ نعم هو كذلك قياس صحيح إذن لماذا كل هذه القياسات صحيحة؟ إذن فكروا حاولوا أن تجدوا إجابة لهذا السؤال لماذا كل هذه القياسات صحيحة؟ نعم لأنهم استعملوا وحدات مختلفة فكل طفل استعمل وحدة يعرف وهو فقط فقاص بها وأخذ القياس الذي وجده كذلك هذه الوحدات هي وحدات اعتباطية أي أنها وحدات غير معترف عليها بين الجميع فكل واحد هناك من اختار القدام هناك من اختار الخطوة وهناك من اختار المتر إذن لكي يتفقوا عليهم استعمال ماذا؟ نعم عليهم أن يستعملوا الوحدة الأساسية لقياس الأطوال والتي أظن أنكم عرفتموها أي عليهم أن يستعملوا المتر ونرمز له بالحرف الفرنسي أو الحرف اللاتيني إذن هذا المتر له عدة أشكال وهنا على الشاشة ترون المتر المعياري وهو القياس الأول لأن في البداية أو في تاريخ هذه القياسات كان الإنسان يستعمل وحدات متعددة إذن فكانت قياسات مختلفة ووجب أن نتفق على قياس ما فبدأت الدراسات منذ القرن السابع عشر وانتهت عند بداية القرن الثامن عشر في الأكاديمية الفرنسية على أن اتفقوا على دراسات فلكية وأخذوا جزء لقياس ما واعتبروه هو المتر وكان قرار ملكي طلب من الأكاديمية أن تعطي هذا القياس وأن يوضع في ستة عشر منطقة بمدينة باريز وكان كل البائعين عندما يقع خصام بينهم فيرجعون لهذا القياس المعياري أي القياس الموحد وهو ترونه أمامكم في لوحة رخامية وقذيب جانبه من النحاس هناك الجانب الأيصر غير مجزأ بينما الجانب الأيمن كما ترون هو مقسم إلى تزيئات وسنعرف بعد قليل ما نوع هذه التزيئات ولما تطورت الصناعة بدأت أنواع كثيرة من هذا المتر تدخل إلى السوق فنجد على سبيل المثال المتر الشريطي وهو الذي ترونه على يمين الشاشة ثم هناك المتر المدرج أو المستر المدرجة وهو وسط الشاشة يتحرك وكذلك الجزء على الأسفل ثم هناك المتر غيبان أو المتر الملتوي وهو فيه قياسات تبدأ من متر إلى عشرة أمتار ثم نمر الآن إلى النشاط الأول من بين البائعين التاليين من يستعمل المتر كوسيلة للقياس إذن في حياتك اليومية أنت تذهب عند بعض البائعين فهناك من يستعمل المتر كوسيلة للقياس والنشاط يقول هل الخياط هل بائع الزيت هل البناء هل النجار إذن ما هو في رأيكم البائعين الذين يستعملون المتر أو ما هو البائع أو البائعين الذين لا يستعملان المتر نعم جيد فالبائع الزيت هو الوحيد الذي لا يستعمل المتر كوحدة للقياس بينما الخياط يستعمل المتر لقياس أطوال التوب أو أطوال الأشياء التي يريد أن يصنعها بينما البناء فهو كذلك يستعمل المتر لقياس الحائط قياس الجدران قياس الأشياء التي يبنيها والنشار يستعمل كذلك المتر لقياس الألواح الخشبية والآدوات التي يصنعها وهذا المطر الذي رأينا أي المطر المعياري هو كذلك له أجزاء ومضاعفات للمطر أجزاء وهي أولا وسأبدأ القراءة من يصار الشاشة الدسيمتر السنتيمتر المليمتر وماذا تعني هذه الأجزاء فترون على الشاشة المتر ثم إذا قسمناه على عشر يعطيني الدسيمتر أي أن الدسيمتر هو عشر المتر يعني أن ذلك المطر المعياري ذلك القضيب المعياري قسمناه إلى عشرة أجزاء واسمينا الجزء الأول أو جزءا واحدا منه بالدسيمتر ثم يمكننا أن نقسم ذلك المتر على مئة أي نأخذ جزء مئة واحد ويسمى السنتيمتر أو يمكن أن أخذ دسيمترا واحدا وأقسمه على عشراء فيعطيني سنتيمترا واحدا بينما إذا أخذت المستر المدرجة بالمتر وقسمتها إلى ألف جزء ستعطيني نعم تعطيني مليمترا واحدا أي أن المتر عفوا أي أن المليمتر هو جزء الألف للمتر ويمكنني أن أقسم السنتيمتر إلى عشراء فأحصل على مليمتر واحد وهو ما تجدونه على مسترتكم التي توجد أمامك على الطاولة في الأقسام فعندنا المسترة لها قياس إثنان دسيمتر وهي مجزأة إلى سنتيمترات ثم إلى تدريجات صغيرة كل تدريجة هي عبارة عن مليمتر واحد ثم كذلك للمتر مضاعفات أي له قياسات أكبر منه ومضاعفات له فالقراءة إذا قرأنا من اليسار نجد أن هناك الكيلومتر ثم الهكتومتر ثم الديكامتر أي أن المتر إذا ضربناه في عشراء سيصبح عندنا ديكامتر أي إذا أخذنا عشرة أمتار وأخذناها كقياس كوحدة تسمى الديكامتر بينما إذا أخذنا مائة متر واعتبرناها وحدة للقياس ستسمى الهكتومتر وإذا أخذنا عشرة ديكامترات تعطيني كذلك واحد هكتومتر ثم إذا أخذنا ألف متر سنحصل على كيلومتر واحد أو عشرة هكتومترات تعتبر كيلومترا واحداً أو مائة ديكامتر تعتبر كذلك كيلومترا واحداً وكما ترون فهناك بعض القياسات التي تحتاج أجزاء المتر بينما القياسات الكبرى أو قياسات طويلة بعض الشيء تحتاج إما الديكامتر أو الهكتومتر أو الكيلومتر ولتسهيل عملية التحويل أو عملية التعامل مع هذه القياسات لا بد أن تضع هذه الوحادات داخل جدول ما والجدول الذي ترونه على اللوحة أو على الشاشة هو في الوسط المتر أي وحدة القياس الأساسية ثم على يمين المتر على يمين الشاشة نجد الأجزاء أي نجد خانة الديسامتر ثم خانة السنتيمتر ثم خانة المليمتر بينما على يصار المتر أو على يصار شاشتكم نجد المضاعف الأول وهو الديكامتر ثم الهكتومتر ثم الكيلومتر وهذه التسميات سنجد لها بعض الرموز التي تسهل لنا عملية التذكر لأننا سنجد هذه التسميات في جميع وحدات القياس ليس فقط قياس الأطوال بل كذلك قياس الكتل التي سنراها إن شاء الله في درس قادم وكذلك قياس السعاد فكما ترون على اللوحة السوداء أمامكم فالحرف اللاتيني أو الحرف الأجنبي كا يعني كيلو وهذا كذلك تجدونه عندما تتعاملون مع الحاسوب فتجدون كيلو أوكتي أي ألف وحدة رقمية كما تجدون كذلك أش وتعني هكتو أي مئة فكلما سمعت هكتو يعني مئة بينما دي أ وتقرأ دي كا أي عشر مرات بينما الأجزاء دي وهي واحد على عشرة أو العشر أو يعني أننا نقسم الوحدة الأساسية على عشرة بينما سي وتقرأ سانتي وتعني جزء المئة وأم تعني الميلي يعني جزء الألف وهكذا تكون هذه الرموز تسهل علي القراءة وتسهل علي تكوين الجدول وكذلك عملية التحويلات فكلما سمعتك أقرأ كيلو متر كيلو جرام كيلو أوكتي هكتو هكتوليتر هكتومتر وسي سنتيمتر سانتيجرام سانتيليتر أما الآن فنمر إلى النشاط الثاني والذي يقول حدد وحدة القياس المناسبة لكل مجموعة سأعرض عليكم بعض القياسات وستحاولون أن تجدوا ما هي الوحدة المشهورة فمثلا عندنا قياس طول صبورة أو باب أو قطعة التوب أو قامة أبيك فما هي الوحدة المشهورة يمكن أن أعبر على هذه القياسات بجميع الوحدات ولكن ما هي الوحدة التي أستعملها ثم طول نملة عقيقة ذبابة بعوضة ثم المسافة بين مدينتين أو طول السكة الحديدية نعم إذن وجدتم الجواب فطول الصبورة وقياس طول الباب والقطعة التوب وقامة أبيك نعبر عليها بالمتر بينما طول النملة والعقيقة والدبابة والبعوضة جيد نعبر عليها بالمليمتر بينما المسافة بين المدن أو السكة الحديدية وهي مسافة طاولة نعبر عليها بالكيلومتر النشاط الثالث يقول هذا النشاط أنا أكبر من المتر بألف مرة فمن أكون جيد أي أنا الكيلومتر أنا أصغر من المتر بمائة مرة من أكون جيد رأينا أن جزء المئة هو السنتيمتر بينما أنا أكبر من المتر بعشر مرات من أكون جيد أنا الدكامتر أنا لست أكبر إخوتي لكنني زعيمهم فمن أكون نعم فهو الوحدة الأساسية وهو المتر وكما رأيتم فإن للمتر يمكن أن نقول هذا التعبير مجازا للمتر إخوان صغار أي أجزاء وللمتر كذلك إخوان كبار أكبر منه وهي المضاعفات أما النشاط الرابع يقول أصل كل رمز باسمه ثم بالعدد المناسب وعندي الرموز التالية MHDCKDA بينما الأسماء كيلو ديس سنتيميلي إكتو ديكا ثم هناك الأعداد عشر ألف جزء المئة مئة عشرة جزء الألف إذن الرمز كا ماذا يعني؟ يعني كيلو يعني نضرب الوحدة في ألف عش يعني هكتو نضربه في مئة ديكا نضربه في عشرة بينما الأجزاء دي تعني دي سي ونقسمه على عشرة بينما السي سنتي نقسمه على مئة وم ميلي نقسمه على ألف هل هناك وحدات أخرى لقياس الطول؟ أي هل لنا فقط هذه المضاعفات والأجزاء أم هناك وحدات أخرى؟ لاحظ هذه الصورة والصورة التالية نعم فالصورة التي على يصار الشاشة هي للأجرام أي للكواكب والنجوم هل سنستعمل الكيلومتر أم الميليمتر أم وحدة أخرى؟ والصورة التالية التي بجانبها أي صور الخلايا خلايا الجسم الإنسان أو بعض المواد الحيوية إذن لاستعمال لقياس المسافة بين الكواكب والنجوم نستعمل الوحدة الفلكية أي واحد تساوي 15 في عشرة مليون كيلومتر بينما لقياس المسافات الدقيقة مثل خلايا الإنسان والذرة نستعمل الميكرومتر أي واحد ميكرومتر يساوي جزء الألف للمليمتر أو جزء المليون للمتر إذن أمر الآن إلى التحويل والسؤال كيف أحول؟ حول الأعداد التالية إلى الوحدة المطلوبة والعدد هو 458 هكتومتر أحوله إلى المتر فأول عملية أقوم بها هي أحدد رقم الوحدات فرقم الوحدات هو 8 أي 8 هكتومتر ثم أرسم الجدول وأضع العدد مبتدئا بالرقم الذي يحدد الوحدة أي 8 في خانة الهكتومتر وبما أنني أريد التحويل إلى المتر إلى وحدة أصغر فأضيف الصفرين أو أقول أضرب في 100 فتكون النتيجة هي 45800 متر الطريقة الثانية يمكن أن أكتب العدد وأحدد رقم الوحدات كما ترون على الشاشة 8 هي رقم الهكتومتر وأنا أكون قد حفظت الجدول وأبحث عن الأرقام التي أريد أن أصل إليها فأقول مثلا 5 تحدد الكيلومتر ولكنني أنا أريد أن أصل إلى المتر فينقصني رقم الديكامتر ورقم المتر وأعوضهم بأصفار وتكون النتيجة هي كذلك 45800 متر أمر إلى العدد الثاني وهو 621 سنتيمتر كم فيها من ديكامتر فكما قمنا بالعملية الأولى نحدد رقم الوحدات ونكتب الجدول ونبحث عن الوحدة التي نريد فواحد هو سنتيمتر إثنان كتبناها في الديكامتر وستة في المتر وأنا أريد الديكامتر يعني يجب أن أملأ خانة الديكامتر فأضع صفر كما تعلمون الصفر هو عن يسار العدد إذن هو صفر زائد حد ساعة فلكي يصبح صفرا مقرؤا أو يصبح رقم الوحدات ماذا يجب أن أضع؟ جيد يجب أن أضع الفاصلة وهكذا تصبح عندي صفر ديكامتر فاصلة 621 وتكون النتيجة هي صفر ديكامتر فاصلة 621 بينما إذا حولت العدد التالي 352 ديكامتر فاصلة 470 إلى السنتيمتر فسأستعمل نفس الطريقة أبحث عن رقم الوحدات وهنا سأحاول أن أستعمل الجدول لكي أمر بسرعة وكما ترون على الشاشة وضعت الصفر خانة السنتيمتر وكتبت رقم الوحدات في الديكامتر ومسحت الفاصلة فحصلت على النتيجة التالية 352.740 سنتيمتر وهكذا بهذا النشاط نكون قد أتينا على نهاية هذه الحلقة التي نتمنى من الله أن تكونوا قد استفدتم بها واستمتعتم بها وأنكم كذلك أخذتم تقنية التحويل فكلما كان عندي عددا كبيرا وأحوله إلى وحدة صغيرة أضرب إما في عشرة أو مئة أو ألف بينما إذا كان العكس أي أحول من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة فأقسم على عشرة أو مئة أو ألف وفي انتظار اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة